وصلنا لآخر فقرة معنا النهاردة في 1-1-2012 مرة تانية يا رب تبقى سنة سعيدة على كل الناس وعلى كل الشعب المصري مبقاش في أي مشاكل في 2012 مع بداية السنة دائما بنعمل توقعات زي ما حصل في أول حلقة النهاردة للأبراج وكمان محتاجين نعمل رؤية كده مستقبليا نشوف احنا عايزين نروح فين وكمان نبص على السنة اللي فاتت ونقيم ونحاول نبص على نص الكباية المليان من باب التغيير يعني احنا طول الوقت مهم ان احنا نشوف المشاكل عشان نعرف نحلها بس خلونا النهاردة نشوف 2011 على قد ممرنا بمشاكل ومرنا بصعاب وخسرنا أرواح غالية من الشعب المصري بس خلونا كمان نبص على نص الكباية المليان ونشوف ايه الخطوات الإيجابية اللي احنا خدناها خلال 2011 بشرفنا يكون معنا دكتور عمار علي حسن الروائي والباحث السياسي منوارنا يا دكتور عمار أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة ويا رب تبقى السنة اللي جاية سنة سعيدة علينا ان شاء الله يا رب قبل ما بتدي تكلم على 2011 واشوف حضرتك شايف ايه النص المليان في 2011 بشكل عام حضرتك متفائل من 2012 أولا أنا لا أمتلك حق التشاؤم لأن التشاؤم يعني الانسحاب والراحة والدعا والسكينة والاستسلام أنا لا أمتلك هذا الحق فأنا بطبع متفائل و2011 حدث فيها أشياء غاية في الإيجابية أولا استردى الشعب ثقة بنفسه أصبح هو صاحب القوة وصاحب الحق الحقيقي رغم المراوغات ورغم التسوفات والمماطلات لكن جوهر القوة في هذا البلد في يد الشعب هو أطاح بنظام ديكتاتوري بوليسي متوحش أثبت أنه لديه القدرة على فعل ما يريد حين يريد ووقت ما يريد ومن ثم أنا أعول على هذا الشعب الذي امتلك في 2011 حق وحرية الاختيار وامتلك معهما حق وحرية تصحيح المصار وتنقيح الاختيار أيضا في 2011 فضلا عن الثقة السياسية التي اكتسبها الشعب المصري هو في حقيقة الأمر قدم نموذج غير مسبوخ للعالم كله في إمكانية التغيير السلم يعني رغم أن البعض الآن يبدو كافرا بالتغيير السلمي ويرى أن العنف والوسيلة المسلى وأن إراقة الدماء هي التي تجلب التغيير الحقيقي أنا لازلت مؤمنا أن الطريقة السلمية هي الأنجع والأفضل والتي هي بتحقق نتائج أحسن في المستقبل فالشعب المصري أيضا قدم في 2011 نموذج عظيم لثورة سلمية لا مثيلة لها في التاريخ 2012 هيبتب هذه الثورة على المحك إما الشعب يكمل ثورته ويحتضنها ويدافع عنها ويضغط على كل القوى والأطراف السياسية البازغة في 2011 سواء داخل البرلمان أو السلطة التنفيذية أو الحركات الاجتماعية والاقتلافات أن تكمل هذه الثورة وتعمل من أجل تحقيق مبادئها وأهدافها أو لا قدر الله هذا الشعب ينفض عن الثورة وبالتالي تتحول إلى نصف ثورة أو نصف انقلاب أو انقلاب أو لا ثورة بما أن أحدك بتتكلم على الناس اللي هتتخلى عن الثورة أو هتكمل في الثورة اليومين دول أو آخر كام شهر في 2011 كانت حملة عنيفة جدا ضد الثورة المصرية وضد الشباب اللي بيقوموا بالثورة وبدأنا نسمعنا دول بلتجية ودول آيادة وصوابع مش عارفة فين بدأ يتم تفريغ الثورة من دعمها الشعب يعني هدي مثال صغير لما كنا بنمشي في مسيرة أو الشباب بيمشوا في مسيرة كنت تلاقي الستات من البلكونات عمالة ترمي أكل وترملهم أزايز ميا عشان يأكلوا ويشربوا وبتزغرتوا وبتدعمهم دلوقتي مسيرات كثيرة الناس ترمي عليهم بواقي أكل الناس بتبقى متضايقة منهم وارحمونا بقى يعني مش هايزة أقول إزاي قدروا يعملوا ده بس هايزة أقول ده يحبط القائمين على الثورة أو اللي بيشتغل أو يعني فعلا بيعملوا مجهود لتحقيق مطالب الثورة يعني احنا في هذا يحضرني قول الإمام علي ابن أبي طالب لا تستوحشوا طريق الحق وإن قل عدد سالكي يعني اختيار المواقف مش بالحجم ولا بالأكتري الثورة المصرية تعرضت لخطة منظمة لتفرغها من مضمونها هذه الخطة قامت بالأساس على وضع جدار بين الطليعة الثورية مجموعة التي أطلقت الثورة وبين القاعدة الشعبية لأن الثورة قامت حين التحمت القاعدة الشعبية بالطليعة الثورية هناك طليعة كانت من 2004 تخرج في مظاهرات بالمئات بالأكثرية بالألاف أعلى مظاهرة نجحنا في عملها أيام كفاية وصلت لأربعة ألاف متظاهر لا يزيد عن ذلك قامت الثورة حين استطعت هذه الطليعة التي تشتغل بالسياسة والاحتجاج الواضح والمباشر ضد نظام الرئيس المخلوع أن تلتحم مع القاعدة الشعبية فالذي أراد أن يجد هذه الثورة وضع خطة على إقامة جدار بين الطليعة الثورية وبين القاعدة الشعبية في ظل هذه الخطة كان لابد له أن يشوه الطليعة الثورية خوانة عملاء تحركهم أصابع أجنبية طائشون غير قادرين على فهم طبيعة المرحلة مسؤولون عن الترد الاقتصادي مسؤولون عن الأنفلات الأمني وهذا غير صحيح على الإطلاق المسؤول عن الأوضاع الاقتصادية البائسة التي نعيشها للأسف الشديد بعد الثورة هو من بيده القرار من بيده السلطة هو من جعل مستقبل السلطة في مصر ينتقل من غموض إلى غموض أشد لا أحد يمكن أن يضخ ماله في بلد لا يعلم مستقبلها السياسة لو كان من بيده من الأمر وضعه خريطة من البداية والأشياء التي طرحوها في أكتوبر حوالين وضع المؤسسة العسكرية لو طرحوها في فبراير للتفاوض كنا قطعنا شهود كبير جدا لماذا كل هذه الشهور من أجل أن في النهاية عايز تصل لهذه النتيجة يعني أنا فاكر زمان في مسائل الرياضة كان فيه المسائل التقليدية أن المسألة تكتب وبعدين تمشي بتلاتين خطوة عشان توصل للنتيجة كان فيه ناس ربنا أعطيهم زكاء ممكن من تلات خطوات يصل لنفس النتيجة احنا كنا في مرحلة كان الوقت عامل مهم جدا لأن مصر ضع عليها وقت زهبي فترة السبعينات والتمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثالثة في دول كانت لا شيء أصبحت شيء دول تقدمت وجدنا النمور الأساوية وجدنا دول امتلكت إمكانيات هائلة تركيا مثلا إيران دورنا الإقليمي تراجع العالم دخل لمرحلة تانية مرحلة ما بعد الثورة الصناعية الاقتصاد الجديد كل هذه الأمور تمت ونحن في الخلفية فإحنا ضيعنا وقت كنا نتحدث قبل الثورة عن دورة حرق المراحل ليس فقط في السياسة لكن أيضا في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الثقافة أن مصر تستعيد كل هذا في زمن قياسي فكنا يعني في غنى عن هذا التلكق والتباطئ اللي بيضيع علينا وقت بل يريد أن يعيدنا للوراء كنا نريد عقب الثورة مباشرة أن من بيده القرار المجلس العسكري حكومة التي كانت تعمل سكرتاريا عند المجلس العسكري لكن هي في النهاية يعني لديها بعض الصلاحيات ومتصلة بالشأن العام وتستطيع أن تؤثر ولو بنسبة ضئيلة كلاهما يفهم أن ما جرى ثورة ويمتلئ بروح هذه الثورة وترجم هذا الامتلاء إلى قرارات وإجراءات في الواقع لكن الصراع المبطن والمكتوم على السلطة والنفوذ والمصالح اللي بدأ في فبراير في 12 فبراير تحديدا 13 فبراير مع أول اجتماع بين المجلس العسكري وبعض ممثلي شباب الثورة للأسف أن هذا الصراع المكتوم والمكبوت والذي انفجر والذي نتوقع أن في 2012 قد يطل برأسه بقوة وغلزة للأسف كان من الممكن أن نتجنبه تماما لو كانت هناك خريطة طريق واضحة ما فيش خروج عليها تتم وفق ما جرى أو ما سادة أو ما تعرف عليه الناس عقب الثورات أنت تؤسس قواعد الدولة وبعدين تبني بعد كده الإجراءات كان من الممكن أن نقطع مراحل وكان زمان البلد انتهى 2012 ونحن لدينا برلمان منتخب ولدينا رئيس جمهورية منتخب ولدينا أيضا تغيير كامل في الحكومة شكلا ومضمونا ولدينا أيضا رؤساء مؤسسات ومحافظين من طينة جديدة أو من سلة أخرى غير تلك التي يختار منها مبارك كان زمانة الأفكار العظيمة اللي قدموها المصريين لبنك الأفكار اللي عملوا عصام شرف أو للمجلس العسكري أو الأفكار اللي تم تدولة في البرامج الفضائية والصحف كانت زمانة دلوقتي متفرغين لترجمتها إلى عمل في الواقع إلى مشاريع حسن إحنا أحبب إيجابية أكتر يعني عايزا نبتدي نفكر في الحاجات الإيجابية اللي حصلت خلال 2012 قلت طبعا أنه الكرامة وقوة الشعب المصري يعني عايزا نشوف نقطة أو نقطتين نقدر نشتغل عليهم في 2012 في نقطة مهمة جدا حدثت رغم ما يجري يعني زي فكرة الترصيخ قواعد الثقافة المدنية يعني هذه الثقافة كانت غير مختبرة كان البعض يتحدث على أنها موجودة في الكتب وفي حلقات المثقفين وفي برامج الفضاء وجدنا أن حتى في الانتخابات التي يحظى فيها طيار الديني بـ 70% الطيار المدني من حيث الواقع هو يقاسمه الأصوات بمعنى 25 صوت 25 أو 26 مليون صوت في الجولة الأولى والثانية حتى الآن نصفهم أو يزيد قليلا للطيار الديني ونصفهم للطيار المدني لماذا حاز الطيار الديني مقاعد أكثر؟ ليه؟ لأنه أكثر تنظيم بمعنى لا ينافس بعضه وبعضه في الدوائر باستثناء طبعا منافسات النور والحرية والعدالة فقط أما فيما يتعلق بالطيار المدني قوائم عديدة صحيح المقعد الواحد فيه مرشح للحرية والعدالة مرشح للنور مئة مرشح من الطيار المدني فالأصوات بتتفتت لكن في النهاية المجموع العام الشعب المصري بيصوت بتوازن لكن القوى السياسية كانت غير قادرة على الاتفاق ومستمر وده ممكن يتم تدركه في الجايم احنا بنتعلم برضو النقطة الإيجابية اللي حصلت برضو في 2012 2011 وهي اللي تبقى المحددة لما سيجري في 2012 وعلى الجميع أن يفهموا ذلك أن 2011 انتهى بينما هناك ثلاثة قوى متوازنة داخل المجتمع المصري مجلس العسكري جيش بإمكانيات وصلاحيات ووضعه بتاريخي ونفوزه بمقتضى الإعلان الدستوري القوى الإسلامية جميع ألوان طفها موجودة وبتقدمها في الحياة البرلمانية الآن والقوى المدنية اللي كان البعض يعتقد أنها مغيبة تماما بيتراسخ على الأرض ولا قواعد تبتبني شبكتها الاجتماعية وتستطيع أن تحشد وتعب إن أرائدت وتملأ الميدين إذا وجدت أن هناك داعي لذلك هذه الأطراف السلاسة كل منها حاول طيلة السنة الماضية أن يزيح الآخر أو يقصي المجلس العسكري تمنى غياب الطرفين لينفرد تماما وجد أن هناك صد ورد القوى الإسلامية أرادت الإجهاز على القوى المدنية والتحالف مرحليا أو التحاول مع المجلس العسكري وتريد أن تنفرد لا تستطيع القوى المدنية أيضا أرادت تغييب القوى الدينية وأرادت المجلس العسكري أن يخرج من صدرة المشهد لم تستطيع هذا معناه أن أحدا ليس بوسعي أن يلغي الآخر ومن سم لا بديل عن التوافق والتفاوض في المرحلة المقبلة لا بديل عن التعانق بين البرلمان والميدان لا بديل على أن الناس تفهم أن فكرة الإجبار والقصر والقعر لم تعد موجودة في القاموس المصري وأن أي محاولات في هذا الاتجاه ستقابل برد عنيف من قبل الاتجاه الآخر ومن سم لا بديل على جلوس الجميع على قدم المساواة للتفاوض ممكن التفاوض يتم بطريقة مباشرة ممكن يتم بطريقة غير مباشرة ومن بيده السلطة يفهم طبيعة التوازنات والمعادلات الموجودة في المجتمع ثم يبدأ في اتخاذ خرارات لصالح الناس طيب هل نقدر نقول من الإيجابيات كمان أنه بشكل عام الوعي عند المواطن المصري زد؟ آه يعني من الإيجابيات نسبة الإنخراط نحن كنا نجري أبحاث في التسعينات وفي التمانينات عن الثقافة السياسية والمشاركة السياسية في مصر وكنا نتحدث عن تدني المستوى وغياب الثقافة السياسية الثقافة السياسية ثلاث حاجات معارف وقيم واتجاهات كنا نجد أن مستوى المعرفة هابط جدا مستوى الإدراك مستوى الاهتمام والانشغال بالقضايا السياسية هابط القيم الموجودة كانت قيم كلها إلا يعني عدد قليل تنحو نحو السلبي التواكل والقدرية الإحساس اللا مبالاة ليس في الإمكان أبدع من مكان عبارة ما فيش فايدة اللي ألصقوها ظلما وزورا بساعد زغلول كانت هي اللي متصدرة لمشعد فكان كلها قيم سلبي كانت الاتجاهات السياسية كلها اتجاهات مغلوطة قلة في المعارضة مجموع أحزاب المعارضة والحقت بالسلطة حركات اجتماعية بدأت تتمرد ضد النظام وقطاع عريض من المصريين بات مؤمنا أن لا يمكن أن يحصل حقوق إلا من خلال النظام ووجدنا ملايين الناس التحقوا بعضوية الحزب الوطني ليس اقتناعاً به ولا إيماناً بمصار ولا بأفكار وإنما الأغلبية الكاسيحة وجدت أن كرنيه هذا الحزب يمكن أن يفتح لهم الأبواب المغلقة كثير من النخبة السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد التحقت بما كان يسمى أمانة السياسات في الحزب التي كان يقودها ناجل الرئيس المخلوع أملاً أيضاً في البعض بدأ يقول أنه لا بديل عن الإصلاح من الداخل تجربة علي مبارك الذي استطاع أن يصلح من خلال الدولة يتكلم عن محمد عبدو وليس أحد يتكلم عن جمال الدين الأفغان المتمرد يتكلم عن علي مبارك ولا أحد يتكلم عن عبد الله النديم المتمرد كانت هذه الثقافة السائدة حتى لدى المثقفين فبالتالي لو عملنا الدراسة دي دلوقتي بعتقد أنه حالة واحد يبقى مختلف عندك ثورة معلومات شبكة اتصالات رهيبة خارج سيطرة أجهزة الدولة وتحكماتها الأمنية والرقابية عندنا تبادل للأراء والأفكار عندنا ميادين لسيامة ميدان التحرير أنتجت لمصر ملايين المنشغلين والمشتغلين بالسياسة عندنا نسبة مشاركة عالية جداً في الانتخابات من الممكن أن تتعزز في الانتخابات المقبلة كل هذه من الإيجابيات التي جنيناها يعني إحنا بدأنا نخرج من عصر الدولة اللي كانت تعيش في القرون الوسطى بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الاقتصادي الاقتصادي عندك موبايل وعندك تلفزيون لكن في إدارة الدولة كانت دولة من القرون الوسطى حاكم شبه إله يتحكم في كل شيء كل شيء بما شئته كله يتم بفضل توجياته أو هكذا يزعمون إلى دولة على الأقل الآن نقف على أبواب الحياة السياسية الحديثة والأمر متوقف على جهدنا أنا لما عفوا لما حد بيسألني مصر رايح على فين أقول له مصر ستذهب في الطريقة الذي يريده المصريون ألاسنا في مرحلة الشعب يريده يبقى احنا امتلكنا زمام المبادرة المهم في 2012 الذي بدأ اليوم ألا نفقد زمام المبادرة لو الشعب للأسف فقد زمام المبادرة وعاد مرة أخرى إلى كهفه التاريخي اللي النظام كان معيشه فيه أو دخل الخوف قلبه أو فقد السقة بنفسه فالتمن هيبقى فادح لأن أنصاف الثورات مقابر للشعوب دي جملة مهمة جدا كان بيتم تدولها في أوائل الثورة ودلوقتي كمان رجعت الناس بتتدولها بشكل كبير خوفا على المكاسب لأنها هتتحول بعد كده لنكسة على كمان من قاموا بالثورة يعني زي ما هي قلت تبقى مقبرة للثوار والثورة بشكل عام يعني ده مش إيجابي أوي اللي هقوله بس ليه كل مشكلة أمنية بيتم ربطها بالأيدي الخارجية يعني من مصلحة مين أن يتم أنه أي مشكلة زي أحداث محمد محمود زي أحداث مجلس الوزارة من له المصلحة أنه في الآخر يعني فيه ناس شايفة أنه ده بتصنفه دي مش مشكلة أمنية فيه ناس بتصنفه أنه حد من الداخل قصد أنه هو يعبث بمصار الثورة فيه ناس دايما بتصنفه من مصلحة مين أنه يتم تصويره على آياتي خارجية هقولك حاجة تاريخ مصر كلها على مدار خمس تلاف سنة يعني احنا نتكلم عن سبع تلاف سنة بس من خمس تلاف سنة من سنة ثلاث تلاف قبل الميلاد حين جاء الساميون أو الأساويون واحتلوا الدلتة وجاء أوني حاكم الإقليمي من الصعيد وحرر مصر وطردهم حتى بلاد الشام منذ هذا التاريخ ومصر مستهدف مصر مفهوم جدا طبعا أنت في قلب العالم طبيعي كل الإمبراطوريات التي تعاقبت السيادة على تاريخ البشرية مرت بمصر أو استهدفت مصر أو أردت مصر ففكرة أن المصر في عين القوى الدولية ده طبيعي ومحدش يتحدث عنه أن المرحلة الحالية مختلفة عن الخمس تلاف سنة الفرق إيه إيه الفرق أن مصر حين يكون فيها إدارة قوية بتستحضر إمكانيات شعبها وبتحترمه وبتجعله جزء من صناعة القرار بتقدر تصد وترد كل هذه التدخلات الخارجية لكن الغريب الغريب أن إحنا كان عندنا نظام صورنا عليه كان مسلم البلد تسليمه في تحدي الخارج في خيانة تامة في كل بكل المقاييس وهذا النظام هو اللي البعض الآن يحاول أن يصورنا يصوره لنا بأنه كان محافظة على أمن البلد وأن أمن البلد بعد الثورة بات مهدد طول عمره مصر مستهدفة بس الفرق أن أنا أقدر أصد ورد أم لا كمان الاستهداف ده في مبالغة في هذا الأمر لأن شعب المصر بطبيعته نتيجة احتلاله الطويل عبر هذه القرون وشعر بعد 52 فقط أنه بدأ يحكم من خلال مصريين فعنده حساسية تاريخية موجودة في جيناته سكنة تحت جلده من فكرة التدخل الأجنابي فأسهل وسيلة يعملها الحاكم لتخويف الناس ولتشويه خصومه أن يتكلم على خيانة وعلى تبعية للخارج وده حاجة غريبة جدا يعني الخارج الآن يسير من أنا لا أرى أن شباب الصوريات باع الخارج بالعكس ده عايز يبني دولة مستقلة تصد وترد في مواجهة القوى الدولية رافض للتبعية على العكس من السلطة اللي عايزة مصر تستمر على حالها زي ما كانت أيام مبارك تابعة دي حاجة الحاجة الثانية اللي أنا بقولها أنت بتتحدث عن أصابع خارجية والأصابع داخلية عايزين صباع واحد تقدمه للمحاكمة عشان فعلا ندرك محاكمة مدنية إن فيه فعلا إذا كان فيه حد بيخون حد بيتبع الخارج حد يقدر لكن أنا لما أتهم حد بالتمويل أو أتهم حد بالعمالة ويأتي هذا الطرف ستة أبريل على سبيل المثال اللي قدمت بلاخ في نفسها حتى الآن خلاص إذا كان لدى السلطة أحد تتهم بالعمالة فلتقدمه للمحاكمة المدنية طيب دكتور عمار ختاما أنا عايزة أسأل هل الثورات العربية وعايزة أتكلم عن الثورة المصرية لأهمية مصر يعني في المنطقة العربية كلها غيرت الموازين العالم يعني غيرت الموازين القوة غيرت الموازين العلاقات غيرت رؤية أوروبا للشرق الأوسط نفس حكاية مع إسرائيل في سنة اتنين وتسعين كتب الأستاذ نظار قبان الشعر الشهير قصيدة في جريدة الحياة كان عنوانها متى يعلنون وفاة العرب وبعدها بدأنا نتحدث عن خروج العرب من التاريخ يعني عن عرب يد آه وأنهم لم يعود لديهم ما يقدموا للحضارة الإنسانية وأنهم أصبحوا عالي على العالم مستهلكين لا منتجين قابلين لا فاعلين العرب خرجوا من التاريخ وكتبت كتب كتير جدا في كتب نظرية وهذا المنطق في هذا الموضوع العرب دخلوا التاريخ في 2011 تاني بهذه الثورات اللي قدموا فيها نموذج عظيم للعالم أجمع هذه الثورات صححت صورة العرب لدى العالم الصورة اللي خلقتها حركات الاستشراق والصهونية العالمية تشويه الشخصية العربية الثورات دي كانت قبلغ رد على ظاهرة الإسلاموفوبيا المسلم العربي برميل النفط الإرهابي المتخلف الذي يعيش خارج التاريخ الذي يركب جملا أو يمتطي حمارا هذه الصورة تلاشت تماما بفعل الثورات العربية أصبح العربي الفاهم العربي الواعي العربي القادر على الصد والرد العربي القادر على الثورة العربي السلمي المتمرد العربي الذي يستطيع أن يقدم ثورة سلمية غير مسبوقة العربي الذي يمكن أن يبدح تكتيكا في الاحتجاج مختلف عن كل الموجود في الكتب الغربية فالثورات صححت صورتنا تصحيحا كاملا وكانت قبلغ رد على الإسلاموفوبيا وما كتب رفوصة الشرقين وأيضا أدخلتنا التاريخ بعد أن خرجنا منه صحيح دكتور عمار علي حسن شكرا جزيلا على وجودك معنا كل سلام حضرتك طيب وعايز كده نفسي نتقابل كمان مش بشهول بكرة يعني بشهول شهر والتنين نبعدين بنعدد إنجازات 2012 إن شاء الله يا رب يا رب يا رب إن شاء الله دكتور عمار علي حسن الرواي والبحث السياسي كان آخر فقرة معنا النهاردة يا رب تبقى سنة سعيدة ونبدأ نقول كده كل يوم وإن شاء الله يبقى كلها خير ومش عايزة وعيدكو بس عايزة لو صدقنا أن ده هيحصل إن شاء الله هيحصل لو صدقنا أنه كمان كم شهر فعلا هنبتدي نعدد إنجازات الثورة المصرية ونبتدي نعدد إنجازات المصرية بشكل عام أكيد ده هيحصل لو حبينا أنه يحصل خلصت حالتنا النهاردة ونهاركم سعيدوا كل يوم وانتوا طيبين صباح الفولي